السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا بتحك قدامك بس انا من جواي هناك بركان فانا بحاول اتماسك نفسي ودمعتي ما تنزلش بجد على فكرة ويلا بينا نشوف هذه المباراة بلاعب رودرة بتقييم 1582 هذا اللاعب موليد 2010 على ما افتكر عنده 14 سنة بيلعب اللندن بنفس ترتيب النقلات اللي انا مرشحه على كورس اللندن وانا كنت عاوز ألعب حاجة مختلفة عن كل اللي بلعبه عن نت فلعبت C5 وكنت متوقع انه هيفايت فور سامثنج هيحارب علشان يلعب D5 مثلا وياخد مساحة وانا بقى حاول اطلع واضغط على البيدق والحاجات دي لكنه لقى بE3 عادي جدا ما تخرجنيش برا اللي انا عارفه بيدق في بيدق بيدق في بيدق وكان نفسي برضو ألعب في هذه الأشكال G6 حقيقة G6 هنا عاملة نتائج للإسود أسطورية ولكن الحاجات اللي كانت بتشرح الأفكار بتاعت بتاعت الجي 6 حاجات كتيرة انا ملحقتش ألمها فما كانش عندي الثقة الكافية اني ألعبها للآخر قلعبت D5 وD5 هي pistmove يعني على الdatabase الأولى على الdatabase C3 Night C6 على فكرة رودري يلعب بيدق وزير بشكل Exclusive يعني ما بيلعبش إلا بيدق وزير على النت هذا الشكل يأتي من الكاروكان ب-E4, C6 D4, D5 يأكل يأكل سي ثري نايت بيشب نايت هو نفس الشكل بالزبط اللي احنا وصلنا له في الماتش فلما وصلنا للشكل ده في الماتش بقى كأنه بدأ الماتش بدأ ملك ضد الكاروكان ودي حاجة هو ما بيلعبهاش وبالتالي لعبت بعد بيشب دي ثري انا لعبت المين لاين بيشب جي فور ده اللي انا عارفه فيه لاين هنا بجي سيكس بيشب اف ثايف ايضا بس ده لاين انا عارفه كويس متوقع كوين بي ثري كوين دي سفن وهكذا ولكن هذا الطفل واضح انه ما عندوش ثيوري ما عندوش مش مذاكر افتتاح يعني لاحبش بيش بي تو بكلت طبعا والشكله بقى صفار هنا ما حبتش انه هو ياخد اي كاونتر بلاي لعبت اي سيكس نقلم منطقية خلي عينك على بار التقييم دايما نايت اف ثري اي سيكس تبيت فيل في وش الفيل توقعت منه اي نوع من انواع السخف انه يجي كده مثلا او يرجع كده او ياكو مش عارف ما فيش اي سخف هو الرجل اللي رجع عادي جدا تبيت اكمل الانتشار وهنا انا العبت بي 5 انا عايز احضر للرخ وادفع البياد المينورتي اتاك كل التكسيرات في مصلحتي لان الابيض عادة في هذه الاشكال يحاول زراعة حصان قوي ويعمل هذا الهجوم على المالك ويديني مات بس بعد ما كسرت الفيل في الفيل الابيض اللي هيهجم ما عادش عنده هجوم فبقى الفكرة الوحيدة اللي انا عارفها هي الفكرة بتاعتي بتاعت المينورتي اتاك وعمل اضعاف على جناح الوزير لعب اي 3 وانا عبت نقلة انا مديها علامة استفهام مش حلوة كوينسي 7 الحقيقة انا كنت عاوز ااا العب هنا اي 5 مباشرة ولكنه بياكل بتمبو مش عايز انا اللاكل لان الان شوية من انه ياكل كده وبعدين يحطوا حصان وبعدين يدعموا بالحصان الاخر ويدفع البيضاء ده ساعات بيبقى فيه هجومات سخيفة مع فتحة هذا العمود كل ده ماشي مع فكرة انه بيهجم على المالك بعد كوينسي 7 وامجاي بالرخ كده هنا كنت متوقع له بعد ما لقتها ما كنتش مبسوط لان شفت له ياكل ياكل ويزرع الحصان ما بقدر شكله بخسر قطعة الا انه لعب النقلة الوحشة دي وبالتالي خلاص هو اصلا لو انا اكلت هياكل كده لانه هياكل كده ليه مش هياكل كده ولا حاجة اللي خليه يحرك الرخ هو كناوي ياكل بالبدأ بتاع الاف ويفتح العمود فاكلت اكل دلوقتي وديتها واحدة اي فايف بعد ما الوزير طلع بيحمل حصان الان لو اكل هو ما اكلش بطلبه بيمشي باكل وبدأت اعمل اضعافين اضغط عليهم روك اف سي ايت يعني بصراحة الافتتاح والتعامل معه يظهر فيه فرق المستوى جدا يظهر فيه فرق المستوى جدا لانهم ما طلبش اي حاجة في الافتتاح اي تفوق بالابيض ويلعب افتاح بهذا الشكل سيء هنا انا عاوز احقق الفكرة دي ولكن مش عايزو يلعب سي فايف مش عايز ده يحصل فلعب ترك اف سي ايت لمنع الفكرة وصاحبنا لعب اف ثري والتي استغربتها في البداية كنت متوقع حاجة زي اف فور ويجوز ويلعب اف فايف مثلا وعايز يعمل اضعاف على الاي سيكس شفت الاشكال دي كتير متوقع بأف ثري دي نقلة كويسة وعشان انا جاي بالرخ هنا عشان لما ادفع البيضة امنع سي فور الوقت غطس غطسة ورجع لها بسي فور بست موف طبعا دي اول مفاجأة فاجئهاني عالرقعة مستوى الافتتاح والميدل جيم كان في منتهى العفانة مرة واحنا اكتشفت ان انا لعبت نقلة لمنع نقلة هوب النقلة موجودة اه عنده حق بل بالعكس بتبسط عادت فكر اكل كده وحسبت لما ياكل باكل تاني بس بيضغط على البيضة ويشغل الرخ الميتة انا مش عايز ده يحصل فقلت في بالي انا هاكل مباشرة ولما ياكل هاكل ولما ياكل هاكل ولما ياكل هاقفل السكة على الرخ هاقفل السكة كده طبعا دي ما العبتهاش في المرش لان عادت فكر لما اقفل السكة كده هو عنده نايت اي ثري يكسر الحصام دلوقتي ولو انا عملت كده كده وضغط على البيضة ده مثلا وهو راح حمل البيضة من هنا او من هنا شكل ده صفار جدا صفار جدا جدا وفكرت كده ولو دفعت كده ممكن يفوت دي 5 ممتازة شكل صفار عايز اكسر انا اعمل ايه اول حاجة قلت في بالي لازم افتح نفس للمالك مش عايز في اي لحظة اه جت تفريعة في بالي يا رب افتكر اه حاجة من نوعية ايه لو انا سبته دلوقتي ومشيت يجي يطلب البيضة ولو انا عملت كده تقريبا بياخد البيضة حاجة كده اللي هو ما بعرفش أطلع عاكل باخد مات يعني جات في بالي حاجة مندي فيازم جي سيكس من النقلات اللي أنا شايفها منطقية جدا الشكل كان واحد من عشرة بعد جي سيكس بقى صفار منطقية أمان روك بي 5 هات البي ده أوكي الآن معدش عنده فكرة نايت من هنا لأنه مش مدعومة بالرخ اللي كانت هنا رحوا صن بتاعي جامد وأنا عملت له إضعافين هذا الإضعاف وهذا الإضعاف لكن الشكل ما زال الصفار على الانجين كينج ايتش 2 نقلة استغربتها جدا أنا قلت في الماتش لعب F3 آه لمنع الحصان من القفازات لكن عشان يقترب إلى الوسط بالملك كينج ايتش 2 غريبة والآن أنا هنا قلت هعمل كده هطلب الحصان يحمي الحصان أطلع أطلب البي ده كل حاجة أمان كل حاجة ممتازة ما لعبت النقلة اصفر على الانجين بس على الرقعة بعد ما لعب النقلة دي طبعا في بالي أن النقلة دي ما كانتش موجودة لأنه كنت بربطه يعني لو أنا عملت كده هو عمل كده بيخسر الماتش بربطه دلوقتي ما عدتش بربطه والنقلة اللي كنت بهرب منها من E3 جاتلي من البي سيكس برضو بنكسر بالعافية طب لو أنا كالت كالت الانجين ميدي شكل ده صفار طبعا قعدت أحسب أحمي كده يقول لي تكل على الله أمشي بياخد البي ده الشكل الانجين ميدي صفار بس صباح الفول الرجل ما عابي ده كامل زيادة لازم تلعب بدقة شديدة في هذا الشكل مش هخش ناقص بي ده أنا في هذه الأشكال رابت نايت E3 تاركا له البي دق ولكن روك دي وان أنا عاوز أعمل كده وأخد البي دق بتاعي تاني وعاوز أعمل كده وأضغط على البي دق ده يعني جبت ناقل هيرجع البي دق على الأقل هيرجع البي دق بسهولة هنا توقعت منه كذا ناقلة واحدة من النقلات إنه يلعب حاجة زي كده مثلا لمنع فكرة الحصام أن يأتي إلى هنا ولكن نايت C2 جيدة ورخ هنا جيدة وإيه تاني أعتقد هم دول اتنين رخ هنا جيدة ونايت C2 جيدة لم أتوقع نايت D7 والتي هي مزعجة حقا على الرؤعة مزعجة لك أن تتخيل أنا حسبت وعجبتني برضو كويسة بس ما اخترتهاش في الآخر آثرت في النهاية أني أرجع الماتيريا البتاعتي سريعا سريعا لكن اللي أنا شفته أني لو رجعت كده مثلا طالبا البي دق بص الانجين بدأ يقول جي فور أحسن وبعد ما أخد البي دق عنده جي فا ده اللي شفته برضو جي فايف ويبقى عايز يديني كيش أطلع ينزل ويديني متات الانجين بيقول ده مش كويس عشان فيه حصان في بي دق بكيش أكل آه أوكي أوكي الحصان متعلق أوكي أوكي ولكن هذه الفكرة مرت برأسي يمكن هنا مثلا كينج جي ثري ولا لا ولا لا لو الله شكلي بخبط الحصان فأي لا آه نايت أف سيكس بكيش الأول أوكي افتكر يا محمد الكيش الأول كينج جي سيفن بعدين جي فايف والآن ينزل كده ويديقني طبعا الانجين هيقول لك يسفور بس انت ما بتلعبش زي الانجين انت المفروض تحسب الكلام ده من هنا تقعد تحسب آه لو لعب جي فايف يعني لو لعبت مثلا اتش فايف آه آسف لو لعبت حصان هنا هات البيد يدي يقول لي امشي أكل البيد يديني كيش أطلع يدعم البيد وعاوز ينزل كده انت ما انتش شايف حاجة والوقت بيجري يا جماعة أنا عارف ان البث المباشر كان فوق الثلاث ساعات يمكن اكتر ثلاث ساعات ونص أربع ساعات اللي ربع ومر عليك بطيء انما علي انا انا قاعد على الرقعة بحسب وبص على الساعة ايه ده الساعة ونص بقت ساعة ايه ده الساعة ونص بقت نص ساعة ايه ده بقت ربع ايه ده بقت خمس دقايق بسرعة ليه لان لما بتغتص في حزبايا عايز تختار نقلة ولا نقلة ولا نقلة وبعدين التلاث نقلات تبدأ تقيم كل واحدة فيهم ايه اللي عجبك و ايه اللي مش عجبك وذا بياخد وقت ومجهود نايت سي تو كان الاختيار الاخير داني كش طلعت ما عادش عنده هذه الافكار ولكن عنده هذه الفكرة في هذه اللحظة أكلت وعرضت عليه التعادل قال لي لا قلت له ماشي تعا نكسر هنا كان عنده يأكل وانا أمشي وبعدين البيضة ده أنا بيتحماش فيطلع مثلا يطلب البيضة فناكل هنا فهو يأكل هذا الشكل صفار ليه لان على الاقل البياد في نفس الجهة طبعا يطول التحليل في هذا الشكل لقد تناقشت كثيرا مع كابتن فؤاد الطاهر هنا في الإمارات في هذا الشكل بعد ما تعشينا وقعدت أرشح نقلات زي كده بس يعني ما شاء الله عليه التحليل معاه متعة بصراحة يعني أنا استمتعت جدا بالتحليل معاه أحد الحاجات اللي شفناها أعتقد الحصان لو جا من هنا كينج يطلع وتاخد البيد الحصان يمشي كده مثلا والحصان ده مش عارف أرجعه للمباراة بسهولة أو مش آه مش عارف أرجعه فعلا للمباراة بسهولة ولكن روك دي تول انجين مديها بقى بصراحة الشكل ده لما عد نفكر فيه اخترنا النقلة دي والرخ تمشي هنا وعايز الحصان يخش شكل صفار بس أنا بعاني بالحصان ده مش عايز يرجع للمباراة بسهولة بس الانجين مدي شكل ده صفار بس احنا كنت بنحلل من غير انجين أوكي روك تيكس نايت تيكس صاحبنا رفض التعادل وعارف ان قواعد نهايات البياد ينطبق عليها نفس القواعد بتاعت نهايات البياد ومعه حصانين فاقترب بالملك قلت ليه لانه عارف انه معاه اوتسايت باسر قلت له امشي امشي وفتحت سكة عايز بسرعة عجب الملك وبسرعة استطعت اناقتي بالملك بفضل هذا الحصان اللي منعه ينشط الملك سريعا وطلبت اداني كيش دخلت وهنا اعدت احسب كتير في هذه النقلة نايت جي فور قلت لو دفعت البيد بيغتص في قلبي عاوز البيد لا يا عم انا في هذا الشكل هرجع لو هو دخل كده هرجع وبقى عايز اطرده وكمل وموقف الملك بتاعي ممتاز الشكل صفار ولكنه لعبت بعد تفكير طويل نايت سي توب كيش اكلت اكلت وهنا لعبت ايش فايف جماعة هذا الشكل المفروض مكسب نتيجة ان البيداء السالك ده البيداء الخارجي السالك بس هذا في حال ان الملك ده مثلا لسه هنا ساعتها بتدفع البيداء وانا عد اجري على البيداء وهو على مانا والألحق البيداء يخش وياكل هنا وهكذا حتى لو وصل هنا وانا عايز ادفع البيداء علشان اعمل البيداء سالك مبلحقش لانه بياكل البيداء حتى لو انا هنا مبلحقش لانه بياكل البيداء لكن بفضل وجود الملك في مكان قوي صاحبنا محتاج يلعب شطرنج كويس الانلي موف اللي كانت تخليدي تعادل انه يجي كده في وشي وانا اكمل لعب بأف فايف ومش شرط اعمل البيداء سالك خلي بالك الشكل ده معقد جدا معقد جدا هنا كينج اي تو وهنا انا شايف ان دفعات البيدقية مش محتاجة استعجل عليها ممكن نلعب حاجة زي كينج سيفور كينج سيفور اعتقد برضو كويسة يجي كده وارجع تاني واستنى لان لو عملت حاجة من نوعية طبعا ده اللي انا شفته برضو ما عاشي ده صح ولا غلط بس انا شفته يعني حاجة من نوعية الدفع البيدقي بص 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 والله الانجين ادى اتنين من ادى تفوق اتنين بعد كده رجع ادى صفار روش معرفش انت شفته الحركة دي في برد تقييم ولا لا ياكل اونلي موف اونلي موف ااكل بالملك تاكل كده تخسر خلاص كينج دي تو معقد البيداء السالك اللي انت عامله وهو ده The Typical ING لكن اون لي موف تاكل بالملك وبصراحة الشكل ده صعب جدا ااا بي ثري واحدة من النقلات ولله حتى بي فور الانجين بديها صفار بس إن قلت بي ثري اوكي بي فور يدم ألحقه علشان ما يجريش كينج دي فور ولكن الان كينج سي ثري لحسن الحظ في هذه النقلة ولان كينج اي 2 اخش عالبيدق بخسر عشان بيخش كده ولو اخد البيدق بيخش كده ويخش ياخد مني البيادق ويكسب ولكن الشكل ده معقد جدا في هذا الشكل بدلا من كينج اي 2 هو لعب بي 3 دي بلندر ليه لان البيدق ده هو عمره ما هيعرف يدعمه بسهولة عشان يرقل اني هعمل كده واعمل بيدق سلك خلاص ولان جي 5 كينج دي 2 ف5 الراجل ده بيخلص نقلاته لو دخل كده انا اخش اخد البيدق لو دخل كده يعني احد النقلات لو هنا بدل جي 4 اتعبانة للعبها دي لو كان لعب كينج سي 2 انا كنت هلعب جي 4 بحافظ على ان البيدق تضع الركبة ما تتفكش لو دفع البيدق بيدق في بيدق بيدق في بيدق وادفع البيدق وينينج لكنه لقب نقلة سيئة لقب جي 5 صباح الفل باكل باكل بدفع البيدق كينج سي 2 بدفع البيدق كينج دي 2 طبعا انا مكنش معايا انجن ومفيش بوردة الكترونية بعد ما خلصت المطش انا عرفت الغلطة اللي انا عملتها او كنت متوقع ان الغلطة اللي انا عملتها هي هذي الكش هنا فيه مكسب اسهل بكتير من العكة اللي انا عكيته المكسب عبارة عن كينج سي 5 هيلعب ايه لو انتظر هخش عالبيدق خلاص الحاجة الوحيدة اللي تشالنجينج هنا انه يخش علي كده ولازم يلعب كينج دي 5 بعد المراجعة مع الانجن برضو المكسب صعب كينج دي 5 is the only move لا يمكن ان يتقدم بهذا الشكل عشان انا بعمل بيدق سالك خلاص ما بيلحقوش اوكي لكن اللعب اي 3 بكيش لعب كينج هنا ودي كنت متوقع انها مش موجودة مش موجودة اساسا ليه انا توقعت انه لازم يجي كده لازم يجي كده علشان يحمل بيدا ولعدت اي موجودة وهنا توقعت ان المباراة دي تعادلت مني ليه لاني كنت متوقع ان في اي لحظة بعد ما لعب كينج سي 5 لو عمل كده انا بفوت انا بكسب بيخش كده بخش كده ما بيقدرش ياكل برقي بعد الكيش دي لعب كينج اي 2 توقعت انها انا هنا قلت ان المباراة تتعادل ولكن قعدت احسب اني لو دخلت عايز البيداء وهو دفع البيداء لا يمكنني احذر البيداء احذر البيداء يتعادل بعد احذر البيداء احذر البيداء احذر البيداء انا توقعت ان انا با عرف اعمل كده واديله كيش ويمشي لسه هخش هاديله ما فيش وقت فدا غلط ولذلك انا لعبت بعد بيداء في بيداء اه اوكي انا لعبت بدل اكلة البيداء كينج باك بعد بيداء في بيداء بيداء في بيداء في حاجة اسمها The Floating Square يعني ايه Floating Square يعني لو البيداءين ده واحد هنا واحد هنا بدام البيداء بدام البيداءين البيض الاتنين هنا هو لو كانوا الاتنين هنا يعني فممكن تلحق الاتنين ما يتحكوش عليك ده اللي انا فاكره يعني ان لو هما وقفين كده وانت دفعت البيداء تخش على واحد منهم او ترجع حاجة كده مش فاكر بالزبط بس هو في حاجة اسمها Floating Square طالما البدائين وقفين على صفه واحد وترسم مربع المربع ده ايه نهايته في الرقعت ف المش برى الرقعت معرف تلحق البيداء ايه المهم؟ بعد G5 انا بكسب الشكل ده انا اتبعي معايا اربع دقائق مني الخيبة ان انا مثبت نظام للحسابات لكن مع ضغط الوقت بلخبط في النظام يعني المفروض بتحسب الكاشات اولا بعدين الكابشيرز بعدين التهديدات بعدين الزفتات بعدين الطينات يعني شوف انت اقسم بقى الحاجات فاول حاجة المفروض تيجي في بالي هنا الكش لاربع دقايق رقم كبير وكل نقلة بتتلعب بتزيد نص دقيقة ولكن لو انت بدأ بساعة ونص وبتبص على الاربع دقايق بتشعر بالتوتر انت مش بدأ المطش عشر دقايق ودلوقتي معاك اربع دقايق لا انت بدأ المطش ساعة ونص وعدى ثلاث ساعتوي وبقى اربع دقايق بس فأنا توترت ممكن غيري ما يتوترش بس أنا توترت وهنا اه اه اف ثري بتكسب الوحيدة والفكرة عميقة بعدما تاكل اطلع كده يدفع البيداء تدفع البيداء ادفع البيداء تجيب وزير يجيب وزير بتديله كش بتتكل على الله بتديله كش بتتكل على الله وتاخد وزيره انا عملت ايه بقى ثلاثة كينجي اي فور دفع البيداء اديته كش مشي دخلت بالملك طبعا كينج كينجي اي وان دي عبقرية منه لو كان لعب دي بلندر يخسر على طول كينجي دي ثري يخسر دي اجيب وزير اديله كش يمشي اجيب وزير في وزير شوف انت عايز كم وزير يلا معلش مشي هنا وانا قربت جي سافن افتوب كش مشي دخلت بالملك لو رأه بديله كش بيرأي بديله كش بيمشي وافضل اخد منه كشات وافضل اخد منه كشات شاك لازم يجي كده لانه لو لو مشي العكس بيخسر المطش وما شاء الله عليه هو شايف كل حاجة يعني بعد المطش قال لي لأ كان عندك معرفش ايه وكان عندك ايه ولو عملت كده بتجيب ايه بكش انا ما كنتش مركز معاه قوي بس مش 1500 اطلاقا يعني ما بنش قوته في الافتتاح الفتاح في الضياء لضيج ان هو غير لي مفهوم دماغي يعني انا اصلا بذكر الافتتاح ليه وبحضر الافتتاح ليه الولد اعتقد ان هو ما زاكنش افتاح في حياته وبلعب كده يعني الحياة حلوة يعني انما بمركز في انه يبقى فاهم الحساب كويس التقييم كويس واو وتنتهي المباراة بالتعادل سمنى كونوا بسطوا واستمتعتوا بهذه الحلقة شوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته